لعل قدر اليمن في السنوات الأخيرة أن يكون على الدوام في خانة التحذيرات الدولية التي تصدر من قبل المنظمات الإنسانية في المناطق التي تعيش ظروفا خارجة عن إطار الحياة الطبيعية البلد الذي يعيش الثمانون بالمئة من سكانه على المساعدات الإنسانية قد يواجه وضعا مأساويا أكبر من الذي يعيشه مسبقا سيما بعد ظهور أزمة فيروس كورونا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قالت أن عملها في اليمن يقترب من نقطة الانهيار المحتمل مع انتشار فيروس كورونا في البلاد إضافة لازدياد عدد الأسر التي تلجأ للاستجداء وتشغيل الأطفال وتزويجهم المتحدث باسم المفوضية شارلي بيكسلي قال أنهم بصدد الوصول إلى نقطة انهيار المحتمل في برامجهم مشيرا إلى احتمالية توقف الكثير من برامجهم الخاصة بالمساعدة النقدية لليمنيين النازحين داخليا إذا لم يحصلوا على تمويل إضافي قريبا يكسلي أضاف أن هناك عددا متزايدا من الأسر التي تلجأ إلى ما أسماها بآليات تكيف ضارة مثل الاستجداء وتشغيل الأطفال وتزويجهم من أجل البقاء من جهة أخرى قالت إليزابيث بيرز المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن الوضع الإنساني في اليمن قد يخرج عن السيطرة إذ أن فيروس كورونا يهدد السكان الذين أرهقتهم سنوات الحرب مضيفة أن الفيروس يهدد الواردات الغذائية كما أشارت بيرز إلى أن صندوق الأغذية العالمية توقعوا أن يدفع فيروس كورونا بأعداد كبيرة من الأطفال في اليمن إلى سوء التغذية الحاد مؤكدا أن أكثر من مليوني طفل يعانون منه بالفعل